أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أحبة في الله وحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وبعد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله ومن أصدق من الله قيل أحبة في الله ما زلنا مع قصة وعبر ونحن اليوم مع أب الأنبياء مع خليل الرحمن الذي اصطفاه سبحانه وتعالى ورزق هذا الإنسان العظيم الخلة وادعته كل مدلة من الملل النشأة الأولى لخليل الرحمن نشأة عراقية يعني في العراق حيث الحضارة يعني حضارة بابل ثم انتقل إلى الشام حيث الأشوريين وحضارة الشام وما في الشام من تاريخ ثم ذهب وزوجه سارة إلى مصر حيث حضارة الفراعينة يعني هو تنقل ما بين ثلاث حضارات لها قطاع كبير في التاريخ الأغرب من الخيال كان يعني المعتقد أو كما درست لنا ونحن صغار وما زال يدرس لأبنائنا أن المدنيات والحضارات تنشأ على ضفاف الأنهار وحيث موارد ومنابع المياه والخضرة وكان يعني لو أنشأ الخليل شيئا في العراق لم يعاب عليه أحد أو في الشام لشجعه الناس أو في مصر ربما لكن الأغرب أنه ترك حضارة العراق حضارة بابل والحضارة الشريف الشام وحضارة الفراعينة في مصر وذهب إلى مكان عجيب وادي غير ذي زرع عند بيت الله المحرم إذن السؤال الذي نطرحه دائما الحضارات تنشأ في الخارج أم في الداخل يعني خارج الإنسان أم داخله اكتشفنا حقيقة من القرآن وهكذا قصص القرآن يعلمنا وهذه أول عبرة في هذه القصة أن حضارة الإنسان ومدنيته من داخله يعني من داخله يعني القضية لم يعتبر أن سيدنا إبراهيم كان مجرد يعني أنه منشئ حضارة في مكان هو يعج بالناس لكن هو ذهب إلى صحراء لا أنيس ولا جريس ولا تعج بالناس ولا منابع مياه ولا ضفاف أمهار ولا شواطر بحار ولا غابات ولا خضرة يعني بيئة قاحلة يعني أن تتخيل مكة هذه منذ سبعة ألاف سنة كيف كان منظرها يعني منذ ألاف سنين كي عبارة عن جبال موحشة وأرض يعني ليس فيها معلة من المعالم فسيدنا إبراهيم أثبت لنا في هذه القصة وفي قصته وفي تاريخه والقرآن هو الذي يثبت لنا وهو حقيقة أن الحضارات تنشأ من الداخل يعني إذن أن الإنسان لا يهتم بمظاهر الأمور يهتم الأول بالإيه بالداخل فإذا نشأ الإنسان حضاريا متحضرا من داخله حتى لو وجد في قلب الصحراء فالحضارة أن يكون الإنسان موصولا برب العبادة عز وجل العجيبة الثانية وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأم المثابة هي الرجوع يعني أنا أقول ثاب الإنسان إلى رجله يعني رجع ثاب الإنسان إلى عقله يعني عاد يثوب الإنسان إلى البيت يعني يرجع إليه طيب وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا الله هو سيدنا إبراهيم كان عند البيت أولا ثم ذهب إلى الشام ثم عاد مرة أخرى أبدا لو أول مرة يأتي إلى هذا المكان يعني رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي سرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة إذن قضيت مثابة يعني رجوعا رجوعا لمن كأن القرآن وهذا والدرس الثاني والعبرة الثانية كأن القرآن يقول لنا أيها الضال الشارد يا من شرطت عن تعاليم الله وعن تعاليم السماء ويعني حطمت الأوامر وارتكبت المناهي هذا البيت مثابة لك عندما تريد أن تتوب يجب أن تأوب وتعود إلى هذا البيت طيب يا رب الفقير الذي لا يستطيع أو لا يملك أموال العمرة أو لا أموال الحاج كيف يثوب ويأوب كل يوم خمس مرات يتوجه إلى هذا البيت كي يثوب إلى رب العباد قائلا مع تكبيرة الإحرام الله أكبر يعني يا ربي أنت أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأهم لي من كل شيء وأنا حريص أن أكون في طاعتك حريص أن أكون بعيدا عن معصيتك وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنى إذن هذا البيت أنت يا قريب منه توجه إليه بنظرك وأنت أبعيد عنه توجه إليه ببصيرتك البصر لمن هو حول الكعبة والبصيرة لمن هو بعيد عن الكعبة يعني الله عز وجل إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات الله الابتلاء هو الاختبار والاختبار يأتي أحيانا بالنعمة ويأتي أحيانا الاختبار بالنقمة يعني الإنسان قد يرى أن شيئا ما نعم له الذي ليس له ولد يتمنى أن يكون له ولد فإذا جاءه الولد ظنه الإنسان نعمة إذا بهذا الولد قد يصير عليه فتنة إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم إذن ممكن يكون هذه النعمة التي أنا أراها صورة من صور الاختبار الصعب الذي قد أرسب فيه وقد تكون النقمة في ظاهرها بلية ولكنها حقيقتها حقيقة نعمة لماذا؟ لأنك تنظر إلى هذا الولد الذي عندك وقد ارتفعت حرارته وخافت أمه ووجب قلبك خشية عليه وصلت حرارته إلى الأربعين تعمل إيه؟ أنت في حالة اضطراب أنت فكرت في حرارة ولدك فقط حرارة هذا الولد لها قصة قصة كبيرة وعجيبة جدا ما هذه القصة؟ سوف يأتي طبيب ليوقع الكشف الطبي على ولدك هذا له إيه؟ أجر لأن أهله أهل هذا الطبيب أنفقوا عليه جل أمواله وما ملكون حتى يتخرج من مدرسة أو كلية الطب ثم يصف الطبيب الدواء لولدك فتذهب أنت إلى الإيه؟ إلى عالم الفرماكولوجيا وعالم الأدوية أو الصيدلاني تذهب إلى الصيدلية فتأتي بإيه؟ فتأتي بالدواء هذا الصيدلي أيضا أنفق عليه طب هذه الأدوية التي اشتريتها وراءها مصانع ومركز أبحاث وسبحان الله مصانع تصنع العبوات ومصانع تصمع الكيمويات ومصانع تركب هذه ومصانع تعمل العلب التي تضع فيها ثم تنتقد هذه الأدوية عن طريق وسائل نقل مطائرات أو سفن أو بواخر أو أدوات نقل برية أو غير ذلك فهذه أيضا تعمل فيها هيئات ومؤسسات الأوراق التي تكتف فيها هذه الوصفات الطبية التي هي موجودة في الطيات العلب مصاحبة للزجاجات التي تضع فيها الحبوب أو الحقن أو أي نوع من الأدوية عندئذ هناك فريق كامل هذا الطبيب له في مستشفى ومرضات ومرضين وشؤون إدارية وشؤون قانونية وعلاقات عامة وموظفين وسائل دعاية وسائل إعلان كل هؤلاء من أين رزقهم ومن أين طعامهم لولا أن ولدك ارتفعت حرارته إلى درجة الأربعين لكن أنت تنظر إلى قضيتك أنت تظن أن الكون محصور فيك لا الكون أنت جزء من الكون أنت جزء من هذا الكون والله عز وجل جعل الناس يعني ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض له دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة إذن دفع الناس بعضهم ببعض أن هذا ينفع هذا وذاك ينفع هذا سبحان الله فأنت لا تحتقظ مهنة من المهن يعني تقول الله هذه مهنة كذا وتشيرها كذا بأنك تستقله طب بالله عليه لو أن هذه المهنة التي أنت تستقله أضرب صاحبها لو أضرب الكناسون في بلادنا كيف شوارعنا لو أضرب عمال الصرف الصحي عن العمل أسبوعا ماذا تكون النتيجة إذن الناس يعني الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإلا ما يشعروا خدموا فإذن الابتلاء قد يأتي في صورة نعمة وقد يأتي في صورة إيه بلية بما ابتلى إبراهيم ربه رب العباد بما ابتلى يعني فيه قراءة لأبي حنيفة يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه يعني رفع إبراهيم ونصب لفظ الجلالة يقول يعني وإذ دعى إبراهيم ربه دعوات معينة وانتظر حتى يرى هل يجيبه رب العباد إليه أم لا يجيب لكن جمهور القراء على إيه على نصب إبراهيم ورفع لفظ الجلالة وإذ ابتلى إبراهيم ربه إني جاعلك للناس إماما سيدنا إبراهيم دعى رب العباد من باب الحنوب قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين إذن سيدنا إبراهيم كان سبحان الله لما اختبره رب العباد عز وجل قدم جسده للنيران وقدم طعامه للضيفان وقدم ولده للقربان وعندئذ مدعه الرحمن قائلا وإبراهيم الذي وفه إبراهيم الذي وفه بكل ما طلب رب العباد منه إبراهيم الذي وفه بكل ما أمره رب العباد ونحن يجب أن يكون الواحد منا إبراهيميا نزعه ينفذ ما أمر رب العباد سبحانه وتعالى فأنت في طاعة الله تأتي يعني تمرح وتسرح وتتحرك وبعيدا عن طاعة الله تتعب وتكد وتكتئب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم إلى الذين يستمعون القولة فيتبعون أحسنه ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم وأن يجعلنا وإياكم من العامل نبيه آناء الليل وأطراف النهار وأن يجعلنا من الذين يتوكلون على الله حق التوكل كما كان الخليل الذي جعله الله سبحانه وتعالى للناس إماما وانظر أنت في هذا الشهر الكريم إلى ولد من أولادك أو إلى بنت من بنتي وقل هذا سوف أجعله إماما إن شاء الله من الأئمة يأم الناس إلى الخير ويأخذ بأيدي الناس إلى طريق رب الناس إن رب العباد على ما يشاءه قدير تقبل الله مننا ومنكم ولا تنسون من صالح دعائكم ونستردعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن